السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة تربيت الحسون الصفحة الرسمية معكم جلال صلوا على رسول الله ليصلى عليكم عشر إخواني أخواتي الموضوع تعليم اللي رح نتكلموا فيه إن شاء الله هام وشيق إن شاء الله موضوع تعليم خصصته لبعض الأصدقاء يعانون من مشاكل الريش يعني ريش ظهر الحسون أو في أي منطقة كما نقول نحن بالعامية أشهد أو ريش مبعثر تلقاه مبعثر وغير مرتب يعني ريش تعل الحسون ولا كناري أو أي طائر فاسد إخواني أخواتي الحسون كما تعرفوا في طبيعة كيقعد في طبيعة يتغذى من كل شي ويعرف إصلاحه أي حاجة تنخصه يروح يريكيبيرها تدسويت بس إحنا كي ندخلوه القفص كما ديما نقول لكم أنت مسؤول على عصفورك لازم تعطيها الأشياء التي يحتاجها العصفور شوف معي أخي المشاهد لكن تولهتولي في المواضعي كل ما نقدم موضوع ديما لاحظ لي القودي تاعي القودي تاعي أشكفها وعليه هنا نفهمكم ما هو أنك تقدم لوز على مدار العامل للعصفور ما هو أنك تقدم بذور الشوك في القودي على مدار أنا أعرف كيف أقدم لعصفوري ما يحتاج هذا يجب أن ندفع يعني كل أسبوع نشيخوا بحاجة كما قلنا بالعامية لكي نضعكم شوي شوف أخويا ها وهنا الحسون تاعي هذا وين حطيت له تراب عادي خاصة فيه عليه شاه شاهد شاهد خطر ما كتراب عنده أسبوع ونصف ما كلاش التراب والحسون كيعد عنده تعفن في المعيدة ولا عنده ما عندهش مناعة كما الإنسان المعيدة تاعه لازم عليه هيكل الطربة بها يعاود إيدي ويروحه من الداخل عادي جدا ولا يصاب لك بأمراض كما راكم تشوفوا يا أصدقائي راهو يوكل في الطربة بشارها مثلها مثل البراقة يعني هنا وش تستنتج أي شي ينقص راهو يحتاج الحسون لا تبخل على حسونك أيضا نرجع للموضوع هذا الحسون راهو كما نقوله احنا نقدر نقوله 90% من إنهاء غيار ريش ما زالت التحنية ذيك الحمراتي عبرتقالية وراهي رايحة للإحمراء الجيد انظر العناية بعصفوري في غيار الريش من أجل الجهوزية إن شاء الله بسم الله ما شاء الله كما راكم تشوفوا قلوا بسم الله ما شاء الله والحمد لله تفهمني يا جماعة هذه هي التربية الصحيحة من غيار الريش وروح جهز عصفورك طبيعيا وما تخافش وعليه دركنا نرجع للموضوع ريش الحسون كيعود أشهب يطلع لك أشهب هذا كيبدأ من غيار الريش يعني أنت كما تقدمش كما سابق واشرحت في مواضيع يقسمتها تعغيار الريش كي تنقص مثلا الزقوق والبذور المتنوعة العصفور يطلع لك ريش أشهب وبالتالي كي تطلع لك ريش أشهب يعاود يدخلك في غيار الريش للمرة ثانية لأنه الريش تاعه ما يعجبوش ويحب يطلعوا في أحسن حلة ويتباهى به تفهمني يا جماعة ثاني نقطة ركزوا عليها لأن الحسون كي ما تمتلوش الزقوقو ديما نعاود هيكم في مواضيعي في فترة تغيار الريش راهوا ما يطلعش الريش كمبليت مو مليح ذركا الريش قدمت له البذور وكله وعطيته وش قلتلك وما زال الريش تاع الظهر أشهب ولا الريش العصفور مبعثر وفاسد وغير منظم عندك هنا حالات الحالة الأولى ريش مبعثر وفاسد وما هوش مريقل أنه العصفور تاعك مصاب بفاش يعني قمل جراء الحك ويريد أن يخرج الفاش من جسمه أو ما شابه فإنه يبعثر الريش تاعه ويطرق مسامات في الريش هذه من جراء الفاش الحالة الثانية وهي ليست صعبة يعني ماهيش صعبة كما الفاش أصعب حاجة هي الفاش عندي مواضع كيفية تعالج الفاش حاجة تافهة وسهلة تخلقها عليها الحسون تاعك يطلع ريش تاعه مبعثر ولا ريش تاعه أشهب وتقول انتاني نقدم له الأكل وشرب وما شابه وكل شوش يحتاج ليه ومع ذلك ومع ذلك حسونك ريش تاعه أشهب شوف معي يا صديقي هنا حاجة بسيطة جدا هو انك الحسون تاعك ينقص الدوش وينقص خل التفاح سوف نقول لك عليه تنقص ثلاثة أشياء الدوش وخل التفاح والطربة طربة ملاحة للعصفور يسر أي نوع من الطربة فهي جيدة للعصفور شوف معي يا صديقي الدوش يعود عندك عصفور الريش تاعه مبعثر ما هوش مرتب الريش تاعه أشهب عندك زوزة حوية جدي لهم قول قالها جلال وعاودها حط له قليل من السقوقه في القودي ربع فقط مرتين في الأسبوع قولنا سقوقه فقط لا تحتاج إلى مشتريات كثيرة أعطيه دوش بخل التفاح في جو مشبس ورجع لي الأخبار أخي الريش تاع العصفور تاعه يترتب والريش الأشهب يعاود يسقم روحه ويعطي لمعان ويغماق شيئا فشيئا الحسون لا يأكل سقوقه يعني كما نقول لنا سقوقه لا يأكل على مدار الأيام هذا السقوقه مفيد جدا جدا للحسون يعني يزيت له الريش ويعطي الريش تاعه يقلبه حسن وجيد وتزيد له أنت خل التفاح يقضي على الطفليات وما شابه الدوش يساعد لك الحسون مئة بالمئة فهمنا يا جماعة ثالث نقطة الركز علىها إخواني أخواتي هي عليه ريش حسونك مضعثر وغير مرتب هذيك من نقص التشميس وكثرة الحك يقعد عندك طفيليات أو فاش تفهمنا يا جماعة أيضا ريش الحسون أو الكاناري أو أي عصفور يكون غير مرتب ومبعثر هو أنك تنقص عامل أساسي للحسون أو الكاناري أو أي عصفور وما هو؟ أنك لا تقدم للحسون أو العصفور يتدوش نهائيا يعني نقص في الاستحمام ونقص في التشميس ماذا يدير العصفور؟ يدد حشيكم يتوسخ وكي يتوسخ تكثر عليه طفيليات وحشرات وما شابه كذا يصبح دائم الحك وكي يصبح دائم الحك يدد ينقص في روحه يتقلق طفيليات وما شابه يحاول أنه يلتقتها بقوة وبالتالي يفسد ريش العصفور هذا هو الموضوع تانا يا جماعة بكل اختصار كان معكم جلال في موضوع جديد وشيخ وإن شاء الله يكونوا يفيدكم وحويش كما قلنا من القلب وتعنيس بكري ومن القلب ونادرة والحمد لله سلام